تتبادل الرباط والجزائر لاتهامات في جنبات الأمم المتحدة وخلال المساحة الممنوحة لكل منهما للحديث أمام الجمعية العامة محور الأزمة كان الصحراء الغربية وهي القضية المشتعلة بين الجانبين منذ عشرات السنين وزير الخارجية الجزائري وصف المغرب بالدولة المحتلة التي أخفقت مرارا في الوفاء بالتزاماتها مشددا على ضرورة أخذ مبدأ تقرير المصير في عين الاعتبار عند الحديث عن أي حل للأزمة الصحراوية وفق قرارات الأمم المتحدة الرد المغربي لم يتأخر إذ اتهم وزير الخارجية المغربية الجزائر بخلق ودعم استمرار النزاع الصحراوي منتقدا تعاون الجزائري مع جبهة البوليساريو التي تتنازع مع بلاده الحق في السيطرة على الصحراء الغربية وقطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية في أغسطس الماضي وهي أحدث حلقة من التوترات بين الجارتين منذ اعتراف الولايات المتحدة بأحقية المغرب في الصحراء الغربية وتطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل وهو ما أزعج الجزائر ومنذ عام 75 يشتعل نزاع يصنف أحد أطول النزاعات في العالم للسيطرة على الصحراء الغربية ربيع الصعوب تي ار تي عربي